اشتركوا في القناة 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 أيها الكاتبون في كل يوم كتبا من بطولة الأبطال أيها الواقفون فوق جبال شامخات هاماتكم كالجبال أيها الصانعون مجدا جديدا عنه يحكي الزمان للأجيال يا أيها الجندي يا شرف البلاد يا رافع الوطن العظيم مقاما يا حارس الأحلام أنت لأهلها ضوء الطريق إذا الزمان تعاما كن دائما يبنى البلاد بحجمها بطلا مهابا شاهقا مقداما إلى كلمة راعي هذا الحفل قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الرقم محسن الخبي فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحضور جميعا أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا اليوم المشرب نستقبل كوكبه من رجال القوات المسلحة الأبطال الذين كان لهم الدور المميز في الميدان وها هما اليوم يجددون نضالهم وتضحياتهم دفاعا عن بلدهم ودفاعا عن حرياتهم أنتم أيها الرجال تركتم فراغا كبيرا في الميدان واليوم كل ما تلقيتموه بالمهارات وتدريب قتالي أنا على فقه كبيرة أنكم بإذن الله ستنقلونه وأنتم أيضا عكستم حقائق فتدربتم أو فنفذتم معارك ضد كل من سولت له نفسها المساس بأمن الجمهورية اليمنية وكنوا على يقين أن المهارات وتدرجكم في التدريب سينعكس في الميدان وكل ما تلقيتموه وأمانة في أعناقكم أمانة في أعناقكم تدربكم حتى درجة الاحتراف هذه من المبادئ الأساسي للتدريب فأنتم من سيخطط ويعين ويقدم العون في كل وحداتكم كلا في وحدته وسيكون لخططكم النجاح الباهر والمميز بإذن الله عز وجل أنا أشد على أيديكم أيها الخريجين القادة وأقول لكم اليمن أمانة في أعناقنا جميعا وأنتم أكثر من تلقى وتدرب فيجب أن يكون كل المهارات وكل ما تلقيتموه من معلومات نظرية وميدانية يجب أن تعقصونها في أوصاد زملاءكم الصف والجنود والقادة لكم زملاء قدموا أروع التطحية والفداء في خلال عملية ناصر ثلاثة وبفضل الله حققت المنطقة العسكرية السابعة المزيد من الصيدرة على الأهداف ودحر العدو وأسره ونه معداته وممتلكاته أقدم لكم الشكر والتقدير على جهودكم المخلصة وأقدم لزملاءكم في قيادة المنطقة رؤساء الشعب ومركز دارق الشكر والتقدير على جهودهم وأقدم الشكر والتقدير للحاضرين جميعا على حضورهم مشاركتكم أفراحكم وكما لا ننسى أن نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات للأخ رئيس الجمهورية القائدة على القوات المسلحة المشير الرق عبد الرب منصور هادي وإلى نائبة الفريق الرق علي محسن صالح وإلى وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان على جهودهم التي يبذلونها ونقف بإذن الله الساعدة الأيمن لهم وكما لا ننسى الشكر والتقدير للأخوة في قوات التحالف على دعمهم وسندهم ونحن إياهم في خندق واحد الخلود للشهداء الشفاء للجرحاء المجد والنص والتمكين لليمن الحبيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا قائد المنطقة ويا قيادات الألوية ويا رؤساء الوحدات العسكرية هي تعنيكم الرجولة لما حدثت أن هؤلاء خير رجالي أما أنتم أيها الخريجون فسيكون شعاركم إذا ما أراد الله أمرا رمى بنا فنحن المنايا نابها والمخالب وإلا حبركم في السماء لحربنا تدور على رأس الطغاة وتدور على رأس الطغاة النوائب إذا انسى نأتي إلى آخر فكرة وهي فكرة التكريم يوسف حمود عبد القاسم الكامل من اللواء خمسة وخمسين المعدل سبعة وتسعين فاصل ثلاثة وعشرين التبدير ممتاز الأول الثاني معاذ علي داود يوسف الشاوج من اللواء مئة وسبعة عشر مشاه ستة وتسعين فاصل سبعة وسبعين تقدير ممتاز مراد يحيى محمد الثراية من اللواء مئة وواحد وعشرين المعدل ستة وتسعين فاصل أربعة وستين التقدير ممتاز عبد الرحمن صالح علي سعد الله الوتاري الشعبات الاتصالات المعدل ستة وتسعين فاصل تسعة وخمسين التقدير ممتاز أنوار محمد علي مضر اللواء مئة وخمسة وعشرين المعدل ستة وتسعين فاصل خمسة وخمسين التقدير ممتاز خلاص غالب محسن محمد الحرملي اللواء مئة وستة وعشرين المعدل ستة وتسعين فاصل خمسة وخمسين التقدير ممتاز حنين صالح حاتم مريط اللواء مئة وسبعة وعشرين المعدل ستة وتسعين فاصل خمسين التقدير ممتاز هاني هاني أحمد صالح الجعدبي المنطقة السابعة المعدل ستة وتسعين فاصل 18 التقدير ممتاز موسيقى 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 عبدالقادر محمد أحمد عزان اللوى 133 المعدل 95.91 التقدير ممتاز حذيفة محسن عبد ناشر الحماطي اللوى 55 المعدل 95.86 التقدير ممتاز شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة